في سيرة عطرة عقد من الدرري تحكي جواهره عن طيب الأثري طيف من الذكرى ومواقف كبرى بالنور قد كتبت لتضيء كالقماري في سيرة عطرة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برمجكم ذكرياتي والتي نسعد وإياكم فيها باستطافة ساعة الأستاذ الدكتور عمر عبد المنعم شريف وهو الكاتب منفكر المصري المعروف وأستاذ ورئيس قسم الجراحة السابق في كرة الطب جامعة عين شمس أهلا وسهلا أبعد الرحمن أهلا بيكم الله يحييكم دكتور في ذكرياتي عادة نبدأ من البدايات المولد البيئة في ذلك الوقت ظروف النشأة وأثر الوالدين لعلنا نتحدث البداية عن مولدكم الله بارك فيك ربني بارك فيهم جزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وآله وصحبه ومن وله اللهم صلي على الله ربما البعض بيبقى متوقع يستمع من المفكر إلى ظروف نشأة غير طبيعية أو مرت بصدمات أو أعانت في تشكيل شخصيته الفكرية في الحقيقة هذا لا ينطبق عليها أنا ظروف نشأتي ظروف بعتبرها متزنة طبيعية للغاية أنا ولدت في بورسايد عام 1950 المدينة نتبرها كوزموبوليتن أو مدينة عالمية يعني فيها سواء من ساكنيها أو من المرترددين عليها مع السفن الكبيرة لأنها تقع على مدخل قناة السويس فهي مدينة كوزموبوليتن أو عالمية السفن تأتي لها يعني دائما كل العابر خلال قناة السويس لابد أن يمر بداية القناة مدينة بورسايد ونهايتها مدينة السويس جميل فهذه المدينة أنا ولدت سنة 1950 ميلادياً وتربيت في بورسايد لمدة عشر سنوات قبل أن ننتقل إلى القاهرة هذه المدينة بصفتها العالمية كان لها تأثير في النشأة من ناحية أن كل هذه المدن بيبقى فيها قبول الآخر يعني بتبقى قابل بالضبط مع الآخرين باستمرار فده طبيعة المدينة بالنسبة للوالدين أنا كان والدي أساساً قاهري والدتي من مدينة اسمها فارسكور تتبع محافظ الدميات دي برضو الثرد بتأثرها على نشأتي الوالد القاهري القاهرة مدن الكبرى بتسود فيها أخلاق التعاقد أما القرى والمدن الصغيرة بتسود فيها أخلاق التراحم أخلاق التعاقد بميزاتها وعيوبها وأخلاق التراحم أيضاً بميزتها وعيوبها ففي الحقيقة حدث دمج فعلاً ما بين النشأة في مدينة بتقبل الآخر والتسامح والتعاون مع الأخلاق التراحمية مع الأخلاق التعاقدية طيب دكتور أنت العشر سنوات وأنت في بورسعيد نعم تعليمك بدايتك كانت في في بورسعيد نعم في المدرسة كيف دراسة بدايتها هناك مناخ المدينة نفسه ينعكس على مداخ المدارس أنا درست هناك بقى المرحلة اللي ابتداء الحضانة الأول ما شاء الله وحتى أنا لما جيت أكتب سيراتي الذاتية حاولت أرجع بذاكرتي إلى أي حين في الماضي أصدقاً أتذكر أحداث فوجدت أني أتذكر أحداث منذ أن كان عمري أربع سنوات وكانت أحداث يعني في المخيلة بكاء علشان كان مدرستي مريضة وغابت في يوم الأيام عن المدرسة وأحداث خاصة بلما كانوا يخوفون في المدارس يقول لك لو ما سمعتش كلام في قط الفران غرفة الفران هندهن جسمك بعسل وندخلك قط الفران فيعني وفي نفس الوقت فيه بقى الأنواع المختلفة أولاد المرشدين مثلاً مرشدي قناة السويس أولاد المرشدين من جلسيات مختلفة بعضهم معنا في المدرسة عرب وغير عرب معظمهم غير عرب معظمهم إيطاليين ويونانيين وجلسيات أخرى فأولادهم بنحتك بيهم وطبعاً فيها بورسعيد نسبة من المسيحيين برضو كان فيه السماحة والتعامل وهو إلى آخره فاستكملت تربيتي وتعليمي في بورسعيد لغاية ما وصلت للسنة الرابعة الابتدائية عنق بي ذهنك شيء من الذكريات زملاتك المرحلة والطفولة فترة بورسعيد فيها حدث في قرب مركزها وهو ما يعرف بالعدوان السلاسي على مصر سنة 1956 كنت حاضراً كان عدوان على بورسعيد وأنا كنت في بورسعيد في هذا الوقت في هذا العدوان معظم أو كثير من سكان بورسعيد هاجروا إلى المدن المحيطة إحنا هاجرنا إلى مدينة والديتي بقى اللي هي فراسكور محافظة الدوميات وأذكر إن إحنا كنا آخر سيارة بتعبر الكبري اللي بيعدي على بحرة المنزلة في بحيرة بتحد بورسعيد من الجنوب فهم المعتدين ضربوا الكبري بالقنابل فجروا وكننا إحنا آخر سيارة بتعدي عبارة أيوة وإحنا عائدين بقى ما كانش الكبري موجود فعبرنا البحيرة بالسفن الصغيرة وإلى آخره برضو في الفترة دي آه يعني فترة دي تعلمت في الحقيقة ما كانش فيه طبعا التلفزيون وهذه الأشياء ما كانش داخلت مصر فكان لنا دايما زيارة للمكتبة الأمريكية دايما فرع المكتبة الأمريكية ده موجود فيه كثير من مدن مصر تبع الجامعة الأمريكية المكتبة الأمريكية تبع السفارة الأمريكية تبع السفارة وكنسولية فالمكتبة الأمريكية كنا بنتردد عليها بقى وإحنا صغار فكنا بنشوف فيها أفلام بقى ما فيش تلفزيون تفرجنا في الأول خالص على تومان جيري الميكيماوس في الحاجات دي وتعرفنا على شخصية جوحة من خلال الأفلام الكارتون وفي نفس الوقت من أهم الحاجات اللي تعلمناها هواية جمع طوابع البريد كان بيمارز في المكتبة الأمريكية وأنت طفل صغير كم كان عمرك تقريبا؟ حوالي 6-7 سنوات وتجمع الطوابع عشان كده أنا عندي مجموعة طيبة يعني دلوقتي الهواية دي غير شائعة بالمرة بين أولادنا وأحفلنا كثير من الهوايات الآن اندثرت فبتحدى في أن الألعاب من قبل كانت ألعاب جماعية نلعب سبع طباط نلعب الحجلة نلعب البنات يعني نلعب متشكورة شراب نلعب وكذا وكانت ألعاب تقوم على إبداع للإنسان يعني كنا بنصنع طائرتنا الورق بأنفسنا ونصنع من غطيان المياه الغازية نقول غطيان كازوزة من غطيان كازوزة نعمل عربات وإلى آخره وتبادل التوابع البريد دي عرفتنا كتير على دول العالم هذي في القاهرة ولا في برسعيد بدأنا من برسعيد كل في برسعيد وبعد كده واستمرت لما عدت جئت إلى القاهرة في نفس الهواية بتعرفك على الدول المختلفة بتعرفك من خلال الرسومات اللي على طوابع كل دولة توجهات الدولة دي إيه النباتات الشهيرة فيها الحيوانات الشهيرة فيها وبنعمل تبادل للطوابع أنا عندي طوابع مكررة مع الزملاء دعم مع أصحابك مع أصحابي في المدرسة ومع بيبقى في نادي اسبوعي في المكتبة الأمريكية دي اللي هوات جامعة وابع البريد فشوف حضراك المقارنة ما بين هذه الألعاب وبين الألعاب في هذا الزمان صحيح الولد أو الطفل ماسك الموبايل يعود يشتغل فيه لوحده بينه بنفسه ويلعب نفسه حتى كرة القدم يعني أول أفضل وللآن دكتور بالتأكيد الأول كانت بتساعد في بناء الشخصية بتساعد في بناء الشخصية الآن بتعطي مجال فكري أوسع يعني الصبي الآن ممكن من خلال الموبايل أو الآيباد أو بتاع يتعرف على حاجات في العالم ممكن سهولة الوصول المعلومة الآن أيسر من سابقا بتأكيد أول كان في بحثه في كتابه ولا في أجهزة الآن يعني كمبيوتر أول ولا فتبحث الكتب غالبا أيوه الآن لا متأسرة إنما من ناحية الكم المعلوماتي والعمق المعلوماتي الآن أفضل إنما من ناحية التنشاء الاجتماعية التعامل مع الآخرين كيف أحل المشاكل اللي اعتمد على نفسي أول كان أفضل هذا في الأول كان أفضل جميل طيب أنت جئت مع الوالدين إلى القاهرة نعم الوالد انتقل نعم نعم وأكملت دراستك إلى أفنم؟ الدراسة أكملتها إلى الدراسة أكملتها إلى الدراسة أكملتها بعد كده في حياتي كلها ثانوي و جامعة وما بعد الجامعة في القاهرة طيب الزملاء الطفولة يعني تذكرهم بالذات المرحلة البتدائية سواء ست سنوات اللي جلستها هناك أو البقية هناك والله ربما أنا برضو كاسمة معرفش هذه صحية أو لا لا أذكر الكثير من زملاء المدرسة سواء في بورسعيد أو بعض المجينة أحيانا لما أمسك بعض الصور أنا كنت في فترة من الفترات وأنا في المدرسة في بورسعيد فكان معايا عدد من الزملاء ما زلت أذكرهم بقى لما يعني يأتوا في الذاكرة عندما أتأمل في الصور السابقة إنما أن تبقى منهم أحد الآن يعني لا معظم من أعرفهم الآن أصدقاء الجامعة طيب معلمي تلك الفترة تذكر منهم أحد المعلمين نظار ناظر المدرسة في الحقيقة إحنا نعتبر يعني محظوظين إلى حد كبير في اللي هو الجيل اللي كان للمعلم وزنه مجرد إنه بس كان يمر قدامنا يعني نسارع ونختفي من الهيبة نعم والمدرسة نفسها كان بنمارس نشاطات مختلفة يعني الخط العربي أنا كان عندي أستاذ الوع عربي في مرحلة الإعدادية كنت أحبه كثيراً تذكره الآن موجود الآن لا هو أنتقل كان خطات يكتب فتعلمت منه بعضاً من الخط وأستاذ مثلاً الجغرافية كان يحكي لنا الجغرافية بأساليب كأنك بتعايشها وجرس بخريطة وينفذ إلى داخل لنا ببساطة جداً الأسد بيعيش فين؟ في الغابات ما ينفعش ما ينفعش أسد يعيش في الغابات أنتوا شفتوا غابات قبل كده ويشرح لنا بقى أن في حاجة اسمها أعشاد السافانة اللي يقدر الأسد يجري فيها إنما الغابات الجي الأسد ملوش معاش هناك دي تنفع للقرى يوصل معلومة بشكل جيد بالضبط كده ويعود يعني فكنا فعلاً يعني تأثرنا بعدد من هؤلاء الأساتذة هل بقي منهم أحد الآن؟ الأساتذة هو الفكرة أن أنا يعني قطعت من العمر شوط ما شاء الله فكان كافي بأن معظمهم ما شاء الله ما شاء الله طيب بعد الثانوية دكتور نعم في التوجه طبعاً في بعد أولى ثانوي فيه علمي وفيه أدبي نعم نعم هي مرحلة الثانوي دي تحتاج وقفة جميل ربنا يكرمكم أنا في مرحلة الثانوية والدي أراد أنه يعني يحسم المستوية في اللغة الإنجليزية فحرص على أنه يلحقني بمدرسة تدرس باللغة الإنجليزية ودي كانت المدرسة المارونية اللي بتنتمي للطائفة المارونية في لبدان يعني العالمية المدرس العالمية تعتبر تسمى عالمية مدارس لا دي مدارس منهج مصري آه لكن باللغة الإنجليزية ما كانش لسه المدارس الإنترناشنال العالمية ما كانش تأسست خالص كان عدد بسيط من المدارس اللي بتنتمي لسفارات مثلا الدولاسال مش عرف إيه الفرنسيات أو المدرسة الألمانية أو المارونية هذه وكان الكبار فيها وكان كبار ناظر المدرسة وغيرهم هم رجال الدين المارونيين رجال الدين الموارنة في المدرسة بالذات بقى مرحلة فانوية كنا بنروح المدرسة بأوتوبيس المدرسة يا أخزني من البيت إلى المدرسة فكان الأوتوبيس بيوصل مبكراً عن موعد بداية الدراسة فكنا بنجلس في فصل اسمه فصل الأوتوبيس طلبة الأوتوبيس عشان ما يعدوش يلعبوا في الحوش نجلس في الفصل اللي جاءوا مبكرين لأن هو بيبقى الأوتوبيس دورتين فالدورة الأولى لازم تخلص بدري عشان دورة تانية تيجي فأنا كنت في الدورة الأولى فالتقيت بمن كان أكبر مني بسنة وأطلعني على العالم جديد تماما عالم الشعر العربي كان هو غاوي بقى كتاب المنتخب من أدب العرب ونعود بالإضافة لأن كان فيه بصيص أن احنا كنا بنجلس في السنة الأولى بعضا من الشعر الجاهلي والشعر الأموي والعباسي وإلى آخره فهذا الشاب ربنا يكرمه كان من أسباب بنعود احنا بقى يعني نقرأ في الشعر وهو يقرأ ويروي علي وهو إلى آخره ساعة تقريبا آه فراغة الساعة وهو مفروض ليستغل مثلا اللي كان ما خلص الواجب بتاعه في البيت يخلصه مثلا قبل الدراسة أنا كنت بحرص أني أخلص واجباتي وهو إلى آخره في البيت عشان نعود مع بعض يعني نتدارس في الشعر وبقيت بعد كده أنزل من الأوتوبيس عند صورة الأسبكية صورة الأسبكية المشهور بالكتب المستعملة الرخيصة أدور على دواوين الشعر سواء للمتنبي أو البحتوري أو أو إلى آخره هذا في أي صف أولى ثانوي؟ الكلام ده في أولى ثانوي لسه ما حددت علمي أو أدبي أيوة وبعد كده اللي حددني علمي ميلي للطب يعني أنا اتشكلت في طوال فترة تنشئتي تعلق بالطب بدأ من أن كان للي أطباء أطباء الأطفال وطبيب العيون وطبيب الأسنان كان عندي مشاكل كانوا وديودين جدا وأصدقاء للوالد فكان التمثيل للطب تمثيل محبب ده أول جانب الجانب الثاني أن اطباع بتاعة الشخصية الإنسانية اللي تهتم بالإنسان اللي أنا تعلمتها من بيتي تعلمتها من بيتي يعني أنا بقول له حضرك كان نشأتي عادية بعتبرها سوية شميل فتعلقي بالإنسان وخدمة الإنسان وكان والدي ما شاء الله وواللتي عيدة متعلم الوالد كان متعلم الوالد كان رئيس مجلس إدارة شركات في التموين في مصر وكان نائب وزير التموين في مصر والوالدة كذلك أيضا الوالدة زي معظم أمهاتنا في الوقت ده تبقى حصلة على الابتدائية مسلا أو حاجة بالشركة ورب البيت والمدهش إن بيتنا من أول ما وعيت لم يكن يخلو من وافد إليه يتربى معنا يعني في مرحلة كان أحد أعمامي رحمه الله عم صغير بالنسبة الوالدي هما دايما الوالدة مشهورة بالحزم فلو أحد الأقارب يعني تراخة في الدراسة أو حاجة يقول ودوه للحاجة الحاجة بقى يعب معنا بقى أشهر ياسمين فمن بعض من بيوت بعضهم من آل والديتي وبعضهم من آل والدي فالاهتمام بالآخر والجانب الإنساني كان برضو يعني متعام نقفية دي من الحاجات اللي خطيتني أخطار الطب بالإضافة العلمي المسار العلمي يعني في الآخر العلمي علشان يؤدي به إلى الطب إن شاء الله الطب كان واضح بالنسبة لك أي من البداية وهنا ينبغي يبقى لنا وقفة ورجاء اللي ما عندوش اهتمام بالطب ما يلتحقش بدراسته يعني حكاية إن العيلة عوزة كلية قمة والكلام ده الطب دراسة شقة صحيح إذا أردت أن تكون متميزا فيها بيكون دراسة شقة صحيح رأيت كثير من تلمزتي بعد كده يلتحق بسنة أولى أو تانية وبعد كده ينتقل إلى كلية أخرى بعد ما يجد يبينها صابرة ومصابرة بالضبط كده يعني دي نصيحة كده في إطار حوارنا طيب الصف الثاني يعني كنت أتفوق في دراستك دكسورة بفضل الله نعم والصف الثالث نفس الشيء نفس الشيء تذكر اسم المدرسة اسم المدرسة أنا في ثانوي زي ما أقول لكم دخلت مدرسة المارونية كل المرحلة الثانوية الثانوية نعم والمرحلة الإعدادية كان مدرسة اسمها علي عبداللطيف الإعدادية دي نسبة إلى أحد المقاهدين في حرب تمانية واربعين طيب نحن دكتور سنناقش بإذن الله يعني بعد الفاصل مرحلة الجامعية ويعني جمالياتها وتعبها ومشقتها وألياتكم بإذن الله نستاذكم يفاصل الله مارك فيه إن شاء الله شكرا أيها والإخوة فاصل ثم نعدوا إليكم بإذن الله عز وجل ابقوا معنا مرحبا بيكم مرة أخرى في ذكرياتي مع ظينها وضيفكم ومدرسة الدكتور عامر عبد المشريف حياتكم من الدكتور أهلا بيكم دكتور كنا قبل الفاصل تحدثنا عن نهاية المرحلة الثانوية وأظن كنت متفوقا ما شاء الله أظن كنت الأول على الدفعة على مدرسي على ما شاء الله الدفعة بعد التخرج كيف كان التوجه والخطاط طبعا كان بالنسبة لي أنا الطريق يعني لا يمثل حيرة في الاختيار التعليمي الجماعي أني أنا داخل علمي أساسا عشان التحق بالطب بالرغم من أني كان ليا ميول زي ما تحدثت عني شوفي الجوانب الشعرية والفلسفية والأدبية لدرجة أني بعد كده وأنا في كولية الطب كان والدي رحمه الله دائما يناديني حكيم ما يقوليش طبيب حكيم رائع أو دكتور عامر لا حكيم الذي يجمع بين اهتمامات الفلسفية والفكرية وبين دراسة الطب فالتحقت بكولية الطب وقتها كان المدموع اللي اتحقت به أربعة وسبعين ونصف في المية النهاردة ما كانش مية في المية ما يدخلش كلية الطب دخلت بأربعة وسبعين أيوة وأنت الأول على الدفعة فيه بدرستي في مدرستي كانت الامتحانات يعني ما لو استوى الجمهوري أهل أسئلة صح؟ الأسئلة على المستوى الشهادة العامة الثانوية العامة أو التوجيهية نعم، فده كانت النتيجة تبعاً للي بنسميه منحنى الجرس بتاع أي مسابق يعني بقى فيه مجموع قليل مجموع عالي جداً مجموع متوسط دلوقتي يعني ما يحصلش مئة في المية يكون حزين ده طبعاً بسبب لبس في وقصور في الامتحانات يعني ما فيش حاجة اسمها المعظم الطلب أو طلبة كتير يجيبه مية في المية ده ما فيه خلل في العملية وحضرتكم طربوي وتدرونا ذلك أكثر مني شميل، شميل فقلت لحقت بكلية الطب جامعة عين شمس اللي هي تنسب إلى طبعاً مدينة عين شمس اللي كان فيها أول مدرسة الطب في مصر القديمة مضى عليها حوالي 3000 سنة ونص وكانت عميدتها سيدة ودايماً أنا بدرس في الكلية تاريخ الطب يعني بندي للطالب مادة غير متخصصة إضافية على درس الطب فمن المواد المتاحة له تاريخ الطب أنا كنت من القائمين في طلبات الجامعة في الجامعة نعم أنا كنت من قائمين على تدرسها بعد ما حصلت على الدكتوراه فدي جامعة عين شمس في الحقيقة ذكراتي فيها يعني طيبة للغاية حتى أنا أهدتها كتابي كيف بدأ الخلق كتابي كيف بدأ الخلق الإهداء إلى كل الطب جامعة عين شمس التي التحقت بها صبياً يافعاً فصيرتني أستاذاً للجراحة ومفكراً فده كان إهدائي لكلية طيب دكتوراً أول سنة بالنسبة لك كانت إعدادي يعني أو تمهيدي بالضبط كده إحنا في نظامنا النظام ده لم يعد الآن قائم أه أول سنة بتبقى سنة إعدادية بندرس فيها علوم تمهيدية للطب وهي دي دراسة اللي عمل النظام ده مدرك مفهوم التطور التطور بيولوجي الدرويني مفهوم التطور من أرنب إلى كذا إلى كذا لأن احنا بندرس تشريح هذه الكائنات في سنة إعدادية وأيضاً تشريح النبات والكيمياء والفيزياء دول أربع علوم كنا بندرسهم في إعداد طب الآن اتلغت هذه السنة أصبحت وأضيفت على سنوات دراسة الطب نفسه مش تمهيدي للطب كم سنة الدراسة؟ هي كلية الطب وكنا سنة إعدادية وخمس سنوات ونصف دراسة طبية يعني ست سنوات ونصف ثم سنة امتياز تدريب سنة تدريب يبقى سبعة سنوات ونصف كلها الدراسة كلها الدراسة كيف كانت حياتك في الجامعة؟ فترة الجامعة دكتور؟ أساتذة؟ في الحقيقة تأثرت كثيرا بأساتذتي في الجامعة أكثر من أساتذتي في المرحلة السادقة لدرجة أن أنا في كل محاضراتي أحب أدي تصور للطلبة عن أساتذتنا والعلاقة ما بين الأستاذ والطالب وشعرنا بهذا حقيقي يمكن الآن الأعداد أكبر إحنا كان دفعتنا 800 طالب 800 طالب وطالبة طالب وطالبة أطباء أطباء امتياز ابتداء من سنة إعدادي حتى صرنا امتياز وتخرجنا كان العديد من أساتذتنا يحرصوا على الجوانب الإنسانية الجوانب الإنسانية وأنهم ينقلوها للطلبة كيف يا دكتور؟ يعني أنا أدي حضرتك بعض الأمثلة أنا أستاذي المباشر بعد ما انتهيت من الامتياز وتخصصت في الجراحة كان رئيس قسم الجراحة اللي أنا منتمي إليه دكتور نبيل علوبة رحمه الله ده ابن علوبة باشا كان وزير تعليم في الفترة الملكية في مصر دكتور علوبة بالرغم أنه رجل يعني له وزنه وله كلماته وهو إلى آخره كان يحرص يحرص على إن إحنا نعامل المرضى معاملة إنسانية متميزة يعني في أول يوم استلامت معه في مضالي الاستلام وأنا خارج من غرفة نداني قلت له قال لي أنا بلغني أن أنت الأول على الدفعة قلت له آه قال لي طز طز في مصر لفظ سخرية طز وبعدين كانها وبعدين آه المهم وبعدين قال لي شوف الأول دي ليك أنت إنما أنا اللي يهمني مرضايا لو مريض الدمرداش اللي هو مستشفى الجامعي المجاني نسبة إلى الدمرداش باشا هو اللي أسسها وأنفق عليها لو مريض الدمرداش اشتكى أنت هتاخد شنطتك وتروح لو مريض الدمرداش استريح أنا أحطك فقراسي الأول والثالث والثالث ده بداية الكلام كده آه بداية الكلام كده وهذا الأستاذ لما كان يدرس لنا الدراسات الإكلينيكية اللي هي على المريض دراسات الإكلينيكية على المريض مريض يعني فقير وبي جاي المستشفى يعالج بالمجان المستشفى الجامعية فيها حق أن احنا ندرس على المريض للطلبة فكان نجيب المريض في السرير والأستاذ يكشف عليه قدام الطلبة ووائل آخره وبعد ما يخلص ويجي المريض ينصرف دكتوري دكتور نبيل علوبة يوتي تحت السرير ويسحب الشبشب بتاع المريض عشان المريض يلبسه أخلاقيات المهلة أيوة إلى حد كبير مثلا عندي أستاذ آخر الله يرحمه دكتور محيدين صدقي كان آخه دكتور عاطف صدقي اللي كان وزير رئيس الوزراء في مصر معلق في المكتب برواز في خطاب بينه لما كان مبتعث في انجلترا بيدرس الجراحة وبين أستاذه أستاذه المصري خطابات متبادلة بين الأستاذ وبين الطالب الدراسات العليا بيطمن عليه وبيطمن على زوجته بيطمن على أولاده عندك مشاكل قل لي أحلها لك ووائل آخره نحن نشأنا وتربينا في هذه البيئة طيب دكتور أنت في أي مرحلة تلك الفترة يعني دي كانت معظمها في فترة اللي بنسميها النيابة اللي هي بعد الامتياز ثلاث سنوات اللي لم تتعين بعد بعد التخرج وفترة الامتياز سنة الامتياز فترة النيابة التدرب عشان أكون جراح في الفترة دي بناخد الماجستير الجراح فهي في فترة الامتياز آسف ثلاث سنوات النيابة وأيضا استمرت بعد حصولي على الدكتوراه طيب بعد حصولي على الدكتوراه يعني التخرج أو قبلها بقليل حياتك في البيت يا دكتور كيف كانت في تلك الفترة سواء يعني أثناء فترة الزواج قبل الزواج أنا أنا في سنوات الكلية كان شاغلي ثلاث حاجات المذاكرة ثم المذاكرة ثم المذاكرة مركز أنا كنت يعني أعشق الطب في الحياة وكنت أدرسه مش كواحد عاوز يحصل على تقدير عشان ياخد وظيفة في الجامعة محبة لهذا أدرسه حبا في هذه المهنة ودون أن أقصد ودون أن يعني أجعله هدفي تخرجت الأول على الكلية باعتبار أن أنا درست الطب الدراسة التي كما ينبغي أن تكون فدي في فترة الدراسة بعد كده في فترة الامتياز كان فيها مذاكرة في الامتياز معظمها كان تطبيق لما تعلمناه مهاني جانب مهاني تول سنوات الدراسة النظرية تطبيقه على المرضى ثم ثلاث سنوات النيابة نائب الجراحة اللي بنسميه طبيب مقيم اللي هو بيبقى أول واحد على اتصال بالمريض بنسميه نائب الجراحة أو طبيب مقيم مقيم في المستشفى في ثلاث سنوات وفيها بنسجل الماجستير ونحصل على الماجستير بفضل الله للاستشارية لو تخصص بعد الماجستير فيه الدكتوراه للاستشاري اللي هو بعد الدكتوراه بتصير استشاري ده بلغة وزارة الصحة لو أنا بعمل في المستشفيات وزارة الصحة أبقى استشاري إنما في الجامعة لنا كدر جامع مخصوص بعد الماجستير بتبقى مدرس مساعد بعد الدكتوراه بتبقى مدرس ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ جميل فترة النيابة دي أنا كنت أقضيها باستثناء ثلاث ساعات في الأسبوع في المستشفى ثلاث ساعات في الأسبوع دول يوم من أيام الأسبوع أخذ الغسيل بتاعي من المستشفى أروح البيت وألتقي بوالدي والدي تتسلمني الملابس النظيفة وتأخذ الملابس شكرا الله قضيت الفترة كلها في المستشفى وشي الفلسفة؟ حارس على قضية إنجاز عملك؟ تريد التمييز؟ أو أول حاجة في الحقيقة كان شعوري بالالتزام تجاه المريض يعني كان يزعجني لأن المفروض الطبيب المقيم ده أكثر واحد يعرف عن المريض نصيحة الدكتور صدقي لما قال لك ده أنا كنت مدرس في الجامعة كنت مدرس بعد الدكتوراه فكنت دائما دائما مقيم في المستشفى كان لما الطيار الكهربائي مثلا يقطع عن المستشفى إحنا بنبقى مقيمين في سكن الأطباء مجاول المستشفى طيار الكهربائي ينقطع أنزل سريعا للقسم بتاعي عشان يبقى جالس مع مرضايا لو حد منهم تعب أو حالي تواسيهم يعني في الحقيقة الفترة دي كان الفترة يعني سقلتنا وشكلتنا كجرح طيب بعد التخرج مباشرة التوجه العام ما هو بعد التخرج إحنا بنختار حسب ترتبنا الوظائف الجامعية تختارها أنت أو تختار لك لا أختارها زي تنسيق يعني مطلوب السنة دي خمسة جرحين يبدأوا من الأول الأول تاخد جرح لا خلاص يبقى التاني بغيب ما ينتهي خمسة جراحة الخمس جراحين اللي بعدهم خمسة من التخصص كذا وكذا فده أنا اخترتها لكن تحديد مجال الجراحة العامة في الجراحة العامة التعليم الصحيح هو أنك تمارس كل أشكال الجراحة العامة وبعد الدكتوراه تتخصص فيه فرع من الفقوع إنما لأن الجراحة العامة من أهم الممارسات فيها جراحات الحوادث والطوارئ الكسور والغير الحوادث الكسور وإصابة السيارات والطوارئ والطوارئ التهاب الزائدة انفجار كرحة المعدة نزيف داخلي أو إلى آخره فلابد أننا ندرس ونمارس جراحة عامة طوال الفترة الغاية تحصول على الدكتوراه واستلام وظيفة المدرس في الجامعة دكتور زملاك في تلك المرحلة سواء في الجامعة أو الامتياز أو بعد التخرج مباشرة هل لك علاقة بهم أبرز الذكريات معهم والأحداث نعم بربنا يكرمكم فعلا إحنا حتى الآن لنا مجموعة اللي هو خريجي دفعة 74 حتى مسمينها Together Forever مع بعض طوال العمر يعني هذه المجموعة بنتواصل مع بعض سواء في الفيسبوك أو بالطرق المختلفة ولنا لقاءات ولنا لقاءات أنا بطبي شخصية مش اجتماعية كثيرا ولم أمارس نشاطات اجتماعية خارج الطب غير يمكن لعب الشطرنج أنا كنت بطل الجماعة في الشطرنج غير كده الدراسة والمشرحة طيب مرة عليك مواقف معينة دكتور في الجامعة مثلا حدث معين سواء على المستوى الجامعة على المستوى يعني أكبر مع زملاك مع الأساتذة أثرت فيه دكتور عمر أعرف حضرتك بفضل الله أنا من الناس اللي بتبنى كما يقول برضو دكتور عبد العبد بن سيري الانتقال من الذات إلى العام ومن العام إلى الخاص من الخاص إلى العام ومن العام إلى الخاص فكل ما يمر بيه ودي سمة يعني أفدتني في الكتابة بعد كده كل ما يمر بيه من مواقف بس طنبت منها أو أستخرج منها معاني وغايات ووائل آخره فمثل هذه الأمور كثيرة يعني أنا من الأحداث طبعا وجودنا في المشرحة ده كان أول موقف تذكر أول يوم دخلت المشرحة؟ آه طبعا أذكر كان طبيعي؟ هو كان بعد سنة الإعدادية في السنة الأولى طب في السنة الأولى طب وبناعرف بقى من من سبقونا كيف نستعد المشرحة كانوا يقولون لنا شوف أنت في المشرحة أو العضو هتشرحه مثلا العضو السفلي لو أنت عاوز تبقى المشرح في المجموعة بنبقى مجموعة حول جثة واحد بيشرح ويفرج زملائه فلازم يكون مذاكر قبل ما يجي المشرح فيقولولي لازم تذاكر كويس من كتاب كذا التشريح عملي بقى رشحوك؟ لا هو بيفرض نفسه يعني لما بنيجي بقى السابقين عرفوني الطريقة دي لما بنيجي اللي عارف والمستعد واللي جاي بعدي التشريح يلا يا جماعة دايما عشان نشرح كذا بنبدأ كذا بيفرض نفسه بدراسته للموضوع هتبدأك الجيد بالضبط كده فأنا أذكر أنه أنا كنت يعني المشرح في المجموعة بتاعتي وما حصلش الرهبة اللي بيتحدثوا عنها سبحان الله لسبب بسيط الجثة المحفوظة في المواد الكيميائية الحافظة اللي هي الفورمالين مادة الحافظة فورمالين ومحطوطة في حوض كبير بتفقد الكثير من ملامحها الإنسانية فلا تشعر أنك مجموعة آه آه ما بتشعر سبحان الله أنا بالنسبة لي يعني ما كنتش أو تعاملت معها للأساس آه وكنت خلاص بندخل إلى المشروع كمادة دراسية بالضبط كده بالضبط كده كمادة دراسية نفس الشيء أيضا في الجراحة أنا في الجراحة في جراحات الحوادث وجراحات الحروب أنا ده مارست جراحات الحروب أيام الحرب الأفغانية الروسية في باكستان أنا الجامعة انتدبتني باتفاق مع نقابة الأطباء رحت قعدت أيام الحرب الروسية الأفغانية دي في باكستان لمدة سنتين تعارج تعارج الجراحة الإصابات أيوة فده استكمال للتدريب لأن الجراح لا يكتمل إلا إذا خد نصيبه الكامل من جراحات الحوادث خاصة الحروب يعني الأطباء الغربيين يباهي بأنه شارك في الحرب الكورية مثلا والأمريكاني أنه شارك في حرب فيتنام وهو إلى آخره فبرضو في الظروف دي أنا داخل غرفة العمليات بنسني بتعامل مع جسد بشري أنا بتعامل مع الشريان الفلاني والعصب الفلاني والوريد الفلاني بينما نفس المريض ده لو شفته وهو مصاب في الحادث في السيارة أتأثر بشدة سبحان الله لأ أنا بشوف في الحادث كإنسان مش كا ودي نقطة مهمة قوي أرحتني كثيرا أنا لغاية دلوقتي لا أذبح أضحية العيد ولا أذبح فرخة حتى الآن يقولي بقى أستاذ ورئيس أخصام الجراحة ولا تتبع دي أنت بتتبعها بن قدمين بقول لهم لا لهم تتبعش بن قدمين حتى عمليات الغدة اللي في العنق احنا تتبعش بن قدمين إنما لما بتركز حضرتك في المهمة دي بتقدر يعني تتصرف كويس شميل أنا قبل أن أختم الدكتور بس بودي حياتك مع الوالدين مع الزوجة ومع الأولاد إذا كان محمد الله يحفظها أنا سأخذ تفاصيل هذه الحياة الاجتماعية إن أذنت لي يكون في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل إن شاء الله شكرا لكم دكتور الله يرضى عليك أيها الأخوة بسكم جميعا نشكر ضيفنا سعة الأستاذ الدكتور عمر عبد المنعم شريف وهو الكاتب وفكر مصري المعروف وأستاذ الجراحة بجامعة عن شمس أتكلم بحول الله عز وجل في العاقة القادمة أنتم في رعاة الحفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله 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 ورحمة الله